استقبل وزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيد القصير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية السيدة مانجو جونجا والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمية برافين أجروال وقد رحب وزير الزراعة والتصلاح الأراضي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية وأعرب في هذا الإطار عن تطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون الفعال خاصة مع وجود مركز الأقصر التنسيقي والذي تم إنشاؤه وافتتاحه في العامل الماضي لتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة ودول شرق آسيا في إطار ما يسمى بالتعاون الجنوب الجنوب وأن يتم استثمار النجاح الذي حققت الدورات الأولى التي قام بها المركز وبتنفيذها لتنفيذ المزيد منها على أرض الواقع